قال ولا تنابزوا بالألقاب وربنا ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى لما بيشرع لأنه يعلم ما سيكون قال لك ولا تنابزوا حرام قال لك ولا تنابزوا بالألقاب ايجا يوم من الأيام واحد غلط غلطة 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 عمره كانت وقال له يا ابن السوداء هي أم سوداء لا مش سوداء سوداء آه سوداء بس لكنه حكالوا إياها على سبيل الاستخفاف قال له يا ابن السوداء وراح شكل النبي النبي راح حكاله كلمة طبعا بالنسبة لنا يعني شو يعني الكلمة اللي حكال النبي قال انك مرؤم فيك جاهلية بالنسبة لأولادي اليوم كلمة انك فيك جاهلية سهلة عارش انك في جاهلية انت فيك سرطان يعني انت عندك سرطان هيك معنى الجاهلية اليوم تقول لواحد انك سرطان بيظلوا قاعد كلمة جاهلية امر على الانسان العاقل من كلمة فلان عنده سرطان نسأل الله العفو عفو أسأل الله أن يشافي كل مريض آمين يا رب قال له أنك في جاهلية ويركض ما بده الدواء هسا بده الدواء زي لما قلنا لواحد أنت هو مريض معه سرطان راح يركض على الدواء راح يركض على الدواء شو كان دواء ويروح وينبطح على الأرض قدام ابن السودة وينبطح على الأرض ويمسك برجل من هون قالوا والله غير تدعس على رقبتي والله لا تدعس على رقبتي يا ابن مشاء الله يدعس على رقبتي مشان الله دعا سعى رقبتي يا رجل مشان تسامحني قال له يغفر الله لي ولك يا ابن الحلامي شالقد الموضوع شف لانه كان مجتمع هذا مجتمع حي مجتمع بفهم مجتمع راقي المجتمع الراقي مجتمع يعزز بعضه بعضا والمجتمع المهزوم يأكل بعضه بعضا اشتركوا في القناة